في نشرة الأخبار بداية أعرب رئيس الدبلوماسيات الأمريكية أنتوني بلينكين عن امتنان الولايات المتحدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للمساهمات الإنسانية للمغرب في غزة مؤكداً على أهمية دعم المغرب لمقترح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن الرمية لإقرار وقف دائماً لإطلاق النار في غزة وضمان إطلاق سراح جميع الرهائن وقال المتحدث باسم الدبلوماسيات الأمريكية ماثيو ميلر في بلغن صدر أمس في واشنطن عقب محادثات هاتفية بين كاتب الدولة ووزير شؤون الكارجية والتعاون الإفريقي والمغربات المقيمين في الكارج ناصر بوريطة قال بأن كاتب الدولة أعرب عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للمساهمات الإنسانية للمغرب في غزة وأشار المتحدث إلى أن رئيس الدبلوماسيات الأمريكية شدد أيضاً على أهمية دعم المغرب لمقترح رئيس بايدن باعتباره وسيلة لبناء منطقة شرق أوسط أكثر اندماجاً وأكثر سلماً وأكثر استقراراً على صعيد آخر قال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السفير عمر هلال برباطن المغرب يعتبر منارة في الإبداع والابتكار بإفريقيا في المجالات المتصلة بالذكاء الاصطناعي المزيد مع عبدالطيف بن طالب المغرب يعتبر منارة في الإبداع والابتكار بإفريقيا في المجالات المتصلة بالذكاء الاصطناعي وفق الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السفير عمر هلال في المنتدى رفع المستوى حول الذكاء الاصطناعي معبرا عن ارتياحه لتوفر المملكة على مركز دولي يوجد في طليعة الأبحاث ذات الصلة الذكاء الاصطناعي رافعة للتنمية والازدهار يعد بمثابة الثورة الرابعة في تاريخ الإنسانية وذا قدرة على التأثير في حياتنا وتغيير عاداتنا لكن سرعة تتطوره لا تجاريه الدول السائرة في طريق النمو نرى كثير في العمل المتعدد للأطراف في المنظمات الأممية تأخذ غرارات تأخذ توصيات ولكن تحتاج الذراع التنفيذي لها والحدث هنا اليوم في حرم الجامعة والعقول والابتكار والشباب نضع الخطوط العريضة وخارطة الطريق لتنفيذ خلق الذكاء الاصطناعي من جانبها الرئيسة التنفيذية للمركز الدولي للذكاء الاصطناعي بالمغرب حركة الذكاء الاصطناعي التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية أمل الفلاح الصغروشني أكدت الحاجة المتزايدة لتطوير الذكاء الاصطناعي موثوق في إفريقيا مبرزة أن ذلك يستلزم التحلي بالمسؤولية والأداء الجيد والتحكم في الانحرافات للذكاء الاصطناعي تأثير خاصة من خلال تطور الوظائف وشفافية الخوارزميات كما يتطلع بدور البديل المباشر الذي لا يلغي وظيفة التأثير التربوي مما يفرض إعادة تحديد المهام وإحداث وظائف جديدة للذكاء الاصطناعي درجات متفاوتة في تلقيه وإفريقيا ليهم دعوة لرفع مستوى التعامل مع هذا المعطى الجديد إذ لا يكمل الإشكال في التكنولوجيا في حد ذاتها وإنما في تطبيقاتها هذا الاجتماع الدولي ينعقد تحت الرعاية السامية للصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية من خلال مركزها الدولي للذكاء الاصطناعي بالمغرب وبشراكة مع منظمة اليونيسكو ننتقل إلى سيول حيث أكد رئيس ماجلسان وبرشيد طلب العالمي الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الكورية الإفريقية الأولى أمس أن المغرب يظل مقتنعا بأن الشراكة الإفريقية الكورية تشكل إضافة نساسية لجهود تقدم القر واستقرار العالم وتحقيق العدالة الدولية وقال الطلب العالمي في كلمة باسم المملكة إن الشراكة الكورية الإفريقية التي تتكمل مع باقي شراكات القر التي نحترمها ونقدرها وسورة جمهورية كوريا في إفريقيا وقصة نجاحها الباهر وسرعة التي حققت بها اقتدارها التكنولوجية والعلمية والاقتصادية والتزامها ثابتة بدعم استقرار دول الإفريقية ووحدتها الترابية وسيادتها الوطنية تشكل حوافزا لنجاح هذه الدينامية الجديدة في التعاون الإفريقي الكوري وشدد طلب العالم خلال هذه القمة المنظمة تحت شعار المستقبل الذي نبنيه معا نمو مشترك استدامة وتضم شدد على أن المغرب يظل حريصا على توطيد روابط التعاون مع كوريا والارتقاء بها إلى أفاق أوسع وأعمق وفي خبر منفصل تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنصيق وثيق مع مصالح المدرية العامة لمراقبة تراب الوطنية في الساعات الأولى من فجر أمس من إحباط عملية كبرى لتهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من منطقة سيدر حالة شاطئية وحجز ما حوالي ثمانية عشر طنا ومئتين وثلاثة واربعين كيلو جراما من مخدر ياشيرا عضل طيف بن طلب وباقي التفاصيل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تتمكن من إحباط عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات بمنطقة سيدر حالة شاطئية وحجز أكثر من ثمانية عشر طنا من مخدر الشيرة كانت معلومات مسبقة على الشبكة الإجرامية للعمل استمر ما يناهز شهرين تقريبا في إطار واحد السرية لمقنات من ضبط تحركات للشبكة الإجرامية والأماكن التي تستغلها في تهريب مخدرات انطلاقة من المسارك البحرية المحيطة بمدينة الدار البيضاء بلغ المديرية العامة للأمن الوطني أوضح أن هذه العملية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص متلبسين بنقل المخدرات المحجوزة على متن شاحنة كبيرة للنقل الدولي للبضائع ومحاولة تحميلها على متن ثلاثة زوارق مطاطية العملية كانت ناجحة مئة بالمئة التحريات والأبحاث ما زال سارية من أجل ضبط باقي أعضاء دولة الشبكة الإجرامية هذه العمليات تدخل في إطار المجهودات التي تبدلها المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع مديرية مراقبة التراب الوطني والتي تكلت مؤخرا قبل أيام من حجز أربعة الأطنان من نفس المخدر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الخمسة المقوفين في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع الارتباطات المحتملة لهذه الشبكة ننتقل إلى مراكش هذه المرة حيث نظم لقاء توصلي خصصا ليترويج لبرنامج جو سياحة لفائدة فاعلين اقتصاديين وسياحيين بلجها سكينا مسويا في المتابعة قافلة جو سياحة تحط الرحالة بمراكش ولتقديم توضيحات حول هذه المبادرة جرى تنظيم لقاء توصلي لفائدة فاعلين اقتصاديين وسياحيين بجهة مراكش أسفي اللقاء المنظم من قبل المجلس الجهوي للسياحة عرف تقديم محاور وأهداف برنامج جو سياحة الذي يرم مواكبة عدد من المقاولات السياحية جو سياحة هو خص الدعم لمجهة المقاولات السياحية عبر ثلاث عروض العرض الأول هو الدعم للسيسمار ومن كنقوله الدعم للسيسمار كنقصدو به تطوير ديال المشاريع في مجال ديال التنشيط والترفيه السياحي الدعم الثاني يهم النمو الأخضر المحور الثالث يهم الخبرة والاستشارة المتدخلون أكدوا أن البرنامج يرم إغناء وتنويع العرض السياحي لوجهة المغرب وخاصة في مجال التنشيط والأنشطة الترفيهية المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستثمار في الترفيه باعتباره عنصرا مهما في تنويع العرض السياحي الوطني ومواكبة رقمنة المقاولات والاستثمار المستدام برنامج جو سياحة يندرج في إطار تنزيل برامج خارطة الطريق لقطاع السياحة بهدف مواكبة المقاولات السياحية من خلال تقديم عروض ترفيهية مبتكرة ومتنوعة من شأنها تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية متميزة من حيث التجارب السياحية وإلى الدخل حيث تم عقد اجتماع خصص لدراسة الوضعية المائية على مستواجهة الدخل ودي الذهب بهدف الإطلاع على المشاريع المائية الرئيسية وحالة تقدم الأشغال بها نتابع دراسة الوضعية المائية على مستواجهة الدخل ودي الذهب محور اجتماع انعقد بالدخل بهدف الإطلاع على المشاريع المائية الرئيسية وحالة تقدم الأشغال بها اللقاء تميز بإلقاء عروض تمحورت حول الوضعية المائية بالجهة والتدابير المتخذة لتنزيل المشاريع المبرمجة ضمن الآجال المحددة بالنسبة للمشاريع اللي قام بها المكتب الوطني الكهرباء والماء الصالح للشرب الكلفة ديالها كتب لغة 845 مليون درهم منفصلة على المشاريع الاستعجالية اللي هي مشروع تقوية الإنتاج بمحطة المعالجة تورطة بزيادة 70 لطرف الثانية إضافية للقدرة الإنتاجية الحالية اقتناء وتشغيل محطة مدمجة لإزالة المعادن بقدرة إنتاج إضافية للخمسة لطرف الثانية عدد من المشاريع من شأنها ضمان تزويد بالماء الصالح للشرب بالجهة وبهدف التوصل إلى حل نهائي ومستدام لتزويد مدينة الداخل ونواحيها بالماء الشرب سيتم إنجاز محطة لتحلية مياه البحر في بئرنزران ستعمل على إنتاج حوالي 7 ملايين طن من الماء الشرب في السنة نتابع الآن مشاهدنا بالأخبار الدولية أعلنت روسيا أنها صدت هجمات أوكرانية في اتجاهات متعددة لحين ذكرت أوكرانيا أنها حفظت على خط دفاعها لمقاومة ضربة القوات الروسية وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت عشرات الهجمات من أوكرانيا في اتجاهات متعددة ودمرت العديد من مستودعات الأسلحة والذخيرة الأوكرانية ومدفع الهوتسر بالإضافة إلى مجموعة من معدات الحرب الإلكترونية وضفت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية أسقطت عدة طائرات مسيرة وصواريخ وقنابل طائرات وصواريخ وأفضت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الأوكرانية خاضت 102 معركة مع القوات الروسية في خط المواجهة ننتقل إلى الهند هذه المرة حيث بدأت عملية فرز الأصوات في أكبر عملية انتخابية في العالم والتي من المتوقع على نطاق واسع أن تعيد رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى فترة ولاية ثالثة بعد عشر سنوات في السلطة وشهدت الهند انتخابات عامة من سبع مراحل استغرقت ستة سبيع وشارك فيها حوالي 650 مليون ناخب من أصل مليار يحق لهم التصويت لاختيار أعضاء البرلمان المكون من 543 مقعدا بحسب هيئة الانتخابات الهندية وبحسب النتائج الأولية بعد بدء فرز الأصوات يتقدم التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة حزبي بهارتيرا جناتا على تحالف الوطني الهندي لتنمية شاملة المعارض بخصوله حتى الآن على أزد من 290 مقعدا مقبل أزد من 222 للتحالف المعارض عودة إلى الأخبار الوطنية احتضنت مدينة وجدة معرضا جماعيا لأسور الفوتوغرافية منظمة بمبادرات من مركزية دراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية تحت عنوان لكل بورتري قصة نتابع تقرير هنا حشي معرض جماعي للصور الفوتوغرافية بوجدة نضم بمبادرة من مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية تحت عنوان لكل بورتري قصة هو معرض يسنح للمولعين بهذا الفن من ساكنة وزور المدينة لاكتشاف إبداعات 16 فنانا من جهة الشرق تعكس الغنى والتنوع الثقافي بالمنطقة وبالمغرب بصفة عامة هو تأكيد أولا لقيمة الصورة اليوم باعتباره أحد أهم وسائل التعبير في عالمنا هو أحد أكثر أدواته تأثيرا في الوعي وفي الشعور وفي اللاشعور في الخير كذلك ومن جهة الأخرى ترصيخ لأهمية هذا الفن باعتباره فنان يعبر عن أجمل ما في الوجود ويلتقط مظاهر الحسن فيما يحيط بنا هذه أول مرة كنت شارك في مدينة يسبق لشارك في مقارد في مدينة الريبات ليالي الفوتوغرافية وهذه المرة شارك بصور لبورتخي كيحكي قصة كل قصة مدينة كيين مدينة فيقيك تنغير مرزوقة ورزازات كل صورة كيتحكي واحد القصة دي الشباب معاناة أولا قصة سعيدة المعرض يضم صورا فوتوغرافية متنوعة ومختلفة الأحجام أبدع هؤلاء الفنانون في التقاطها حيث تبرز الموروثة التاريخية والثقافية والجمالية المتميز كما يشكل المعرض جسترا للتواصل بين فنانين فوتوغرافيين من مختلف مدن جهة الشرق وتبادل الخبرات والتجارب وتطوير مهاراتهم نتعب الآن مشاهدنا بالأخبار الرياضية أعلن نادي ريال مدريد الإسباني مساء أمس رسميا عن انضمام مهاجم باريسان جيرمان النجم الفرنسي كيليان بابي إلى صفوفه ومن خلال التوقيع مع ريال مدريد يريد مبابي تحقيق حلمه بالفوز بدورية بطال أوروبا والسير على خطة مثله الأعلى البرتغالي كريستيانو رونالدو وسيشكل قائد المنتخب الفرنسي خط الهجوم إلى جانب فينيسيوس المرشحي لجائزة الكرة الظهبية هذا العام بعد اختياره كأفضل لعب في دوري أبطال أوروبا ورودريغو وإندريك والدولي المغربي إبراهيم دياز ورياضيا دائما فز الدرج الفرنسي داميان جغاغ بالمرحلة الرابعة من توفى المغرب لدرجات 2024 والتي ربطت بين مدينتي الصويرة ومراكش عبدالطيف بن طالب وباقي التفاصيل الدراج الفرنسي داميان جيرارد يفوز بالمرحلة الرابعة من توفى المغرب للدرجات 2024 مرحلة ربطت بين مدينتي الصويرة ومراكش الدراج جيرارد قطع مسافة المرحلة البالغة مائة وسبعين كيلومترا في زمن قدر ثلاث ساعات واربع وخمسون دقيقة متقدما على مواطنه بول هينكان بفارق 29 ثانية فيما حل في المركز الثالث الإيطالي فليبو تاكلياني بالفارق نفسه طوف المغرب للدراجات متواصل بمرحلة خامسة تربط بين مدينتي قلعة السراغنة وخريبها وختام النشر من الدار البيضاء حيث تويجى لعب المنتخب الوطني للكاراتي سعيد أبايا في صنف قل من 67 كيلوغراما تويجى بالجائزة الكبرى التي يمنحها الاتحاد الدولي لللعبة وذلك خلال فعاليات النسخة 18 لكأس محمد السادس الدولي للكاراتي المزيد مع هنا حاج لاعب المنتخب الوطني للكاراتي سعيد أبايا يفوز بالجائزة الكبرى التي يمنحها الاتحاد الدولي لللعبة خلال فعاليات النسخة 18 لكأس محمد السادس الدولي للكاراتي بالدر البيضاء وهي المرحلة الرابعة من الدوري الممتاز الأول للكاراتي الحمد لله حصلت على أحسن لعب هذا الموسم في 2024 وشي ما جاش عن فراغ فاجع عن عمل وبزاف ديال الخدمة اللي كان معهم سطاف وكانت منهم الجامعة الملكة المغربي برئاسة ياسي محمد مقتابيل الحمد لله اليوم توجت عبدالعالي جينا أطلع بفوديوم كذلك ساعد أوبايا لدار القراند وينر في المغرب لأول مرة في التاريخ المغربي كيكون شاق قراند وينر مغربي في رياضة الكاراتي اللي جابت لها النهائية متابعة وفي صنف الإناث فازت بالجائزة الكبرى كل من اليابانية ماهونو في صنف الكاتا والكزاخية مولدير زانجيرباي والألمانية ريم خميس والسويدية إلينا كيرسي والإسبانية ماريا توريس كلهن في صنف التباري في أوزان مختلفة والد الدكور توج كل من الياباني ككيرو نيشياما في صنف الكاتا وهيرومو هاشيموتو في صنف التباري والمصريين عبدالله عبدالعزيز ويوسف بدوي وطه طارق محمود في صنف التباري بذل خبر رياضي نكن وقد وصلنا مشاهدنا لنهاية النشرة لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار بعد قليل نلتقي في مجازنا لأهم الأنباء ضمطم في أمان الله